وفي شأن السياسي قال رئيس الجمهورية برهم صالح إن العراق يعيش مرحلة تحولات حساسة وخطيرة مضيفا خلال كلمة بمناسبة ذكرى عاشراء إن المطلوب تلبية الاستحقاق الوطني في الإصلاح وإجراء الانتخابات المبكرة بشكل يضمن ثقة بها وبنزاهتها بعد معاناة طويلة وحرمان مديد يتطلعون إلى العدالة وسيادة القانون وإنهاء الفساد وتأمين الحياة الحرة الكريمة يتطلعون إلى ترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة الكاملة وغير المنقوصة والمحتكمة إلى الدستور والقانون فلابد من تلبية الاستحقاق الوطني في الإصلاح وذلك من خلال الاحتكام إلى الشعب في انتخابات مبكرة والتي يجب أن تكون في أجواء تسودها الثقة بعيدا عن التلاعب والتزوير